ينضم إلينا من عدن مراسل الإخبارية صلاح بن لغبر أهلا بك صلاح معنا بداية نطلعنا على الأوضاع في المخى وما هي كذلك ردود الأفعال الشعبية بعد التحرير من قبضة الانقلابين نعم الأوضاع في المخى مستطب بشكل كامل الآن تجري عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية الحوثيون وقوات المخلوع قبل أن يفروا من المدينة عمدوا إلى تخريب الكثير من البنية التحتية على سبيل المثال قاموا بقطع الكابل الألياف الضوئية الخاص بالاتصالات وقطعوا جميع أنواع الاتصالات على المدينة ومحيطها أيضا خربوا البنية التحتية الخاصة بالمياه والمستشفى الوحيد الحكومي في المدينة أثناء زيارتنا المخى لاحظنا أن هناك فرق هندسية وطبية تقوم بإعادة وتأهيل كل هذه الأمور في سابقة ربما في المناطق المحررة عادة كان هناك تأخر يرصده بعض المراقبين في إعادة البنية التحتية لكن في ما رأينا في المخى أنه فور تحريرها هناك عمل جاري دقوب من قبل الوزارات المعنية في إعادة تأهيل البنية التحتية بالنسبة لردود الأفعال الحياة بدأت تأخذ طبيعتها قبل أيام في مدينة المخى هناك فرح كبير وعارب رصدناه في مدينة المخى من قبل المواطنين الذين كانوا يعيشون حياة ضنكة تحت أياد الإنقلابيين كان الميناء وهو المصدر الرئيس لسكان المدينة للارتزاق كان مغلق منذ ما يقرب العام وكان المواطنون يمنعون حتى من الاقتراب منهم مستشفى المدينة الوحيد كان الحوثيين يستخدمونه غرفة عمليات يطلبون النار على كل من يقترب على المستشفى كل المؤسسة الحكومية تحت أيدي الإنقلابيين والمدينة عاشت خلال العامين الماضيين كما بقية المناطق تحت بطش الميليشيات بشكل كبير الآن الأمور تعود إلى طبيعتها في هذه المنطقة بالنسبة للمؤسسات الحكومية متى من المتوقع أن تنتهي من إعادة تأهيل المؤسسات وبداية تقديم الخدمات للمواطنين على سبيل المثال اللجنة الخاصة التي نزلت لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية قالت لنا أنه خلال أيام ستكون المستشفى جاهزة بدعم من التحالف العربي ومن مركز الملك سلمان للإغاثة الأجهزة وصلت إلى المستشفى قطاع المياه أيضا قبل يومين تم إعادته بشكل كامل العمل يقري على عادة قطاع الاتصالات يعني قبل أن ينتهي هذا الشهر ربما تكون كل أمور عادة إلى طبيعتها بالنسبة للخدمات والقطاعات الخدمية ماذا عن حركة الميناء؟ هل عادت إلى طبيعتها؟ الميناء حتى الآن هناك عملية إزالة لألغام وعبوات ناسفة يعني قبل يومين تم إزالة 700 لغم من ميناء المخى يعني فقط من الميناء 700 لغم وعبوة ناسفة الآن هناك تصفية للمنطقة يعني الميناء يشكل خطر على المواطنين وعلى الحركة التجارية بسبب هذه العبوات الناسفة يعني الآن يجري تصفية هذه الأمور ومن المتوقع أن يعود الميناء خلال أيام إلى عمله وأيضا تدم عملية إصلاح للمرفأ والرافعات التي تقوم بنقل البضاعة أو بإسلام البضاعة مراسل الإخبارية من عدن صلاح بالأغبر شكرا جزيلا لك